السلام عليكم وطلوب بركاته ورحمة سهلا بكم طباب ثانية سنوي وصلنا لنهاية الفصل الثالث في الحل وزي ما اتفقنا للمتحان هينزل على القناة اللي على الفصل كل فصل المتحان هينزل على القناة وكل فترة ان شاء الله هننزل المتحان المراجعة على الفصل الثالث وغاية ما نخلص المنهج بإذن الله وندخل فيه الامتحانات الشاملة وصلنا لسؤال او نبدأ فيه السؤال الاول بيقول اكتب المصالح العمي ادلل على العبارات الاتية اول حاجة اقصى قيمة لضغط الدم بالشريان عندما تنقبض عدلة القلب الضغط بتاع الانسان المفروض ليه 200 قيمة كبيرة قيمة صغيرة قيمة كبيرة اللي هي الضغط الانقباضي اللي هي لما تنقبض عدلة القلب تكون اكبر قيمة وده هو التعريف بتاعها الضغط الانقباضي طيب القيمة بتاعته كانت بتبقى 120 تور طيب الانبساطي عندما تنبسط عدلة القلب هو اقل قيمة لما بيكون 80 والوحدة دي بتور ليه سنتيمتر زقبق زي ما احنا عارفين في الشرح ملي متر زقبق السؤال الثاني عاوز النسبة بين مساحة المكبس الكبير الى المكبس الصغير المكبس هيدروليكي يعني عايزي الـ A كابتل على الـ A سمول وهي دي الفائدة الالية للمكبس مدى تعريف الفائدة الالية للمكبس وهي نفس النسبة بين القوة الناتجة عند المكبس الكبير الى القوة المؤسرة على المكبس الصغير رقم ثلاثة النسبة بين كسافة مادة الى كسافة الماء رو بتاعة المادة لما تقسمها على رو بتاعة الماء تديك الكسافة النسبية للمادة رقم أربعة وزن عمود السائل الذي قعدته وحدة المساحات المحيطة بنقطة وارتفاعه البعد الرأسي بين تلك النقطة واسطح السائل ده هو كان التعريف اللي احنا اثبتنا به السؤال الرقم بقى زي ما احنا هنشوف في الوقتي هو الضغط عند نقطة في باطن سائل وعاوزك تفرق ما بين التعريف ده ما بين التعريف اللي هيقابلنا كمان شوية هو الضغط الجوي ده وزن عمود السائل ركز في ايه لان هناك هتلاقي وزن عمود الهواء وبقيت التعريف هو هو تمام كده تمام بقى ده تعريف وزن عمود السائل هيديك الضغط عند نقطة في باطن سائل اللي هو ده القانون بتاعها بس ده في حالة انه معرض للضغط الجوي فرقم بقى عاوز اثبات العلاقة دي طب اثبات العلاقة دي احنا احنا اخطينه بالتفصيل في الشرح بتاع الفيديو زي ما اتفقنا ما فيش حد يشوف فيديو حل الا لما يكون فهم الشرح كويس جدا نيجي بعد كده المسألة رقم جيم متوازي المستطيلات صلب ابعاده 4 سنطي و 5 سنطي و 8 سنطي كتلته 100 او 1 و 25 كيلو جرام يعني 1 كيلو وربع وضع على سطح مستوى افقية عاوز كسافة مادة متوازي المستطيلات طيب نحسب الكسافة ازاي المعطيات اللي عندك فيه المسألة ده السؤال الاول رقم جيم المعطيات اللي عندك ابعاد المتوازي المستطيلات اللي هي طول وعرض وارتفاع طيب بانها تقدر تجيب الحجم بتاع المتوازي المستطيلات الحجم يساوي طول في عرض في ارتفاع يعني 4 في 5 في 8 بس ده السنتيمتر مكعب تضربه في 10 قص سالب كامبة من سنتيمتر المتر في 10 قص سالب اتنين بس 10 قص سالب اتنين و10 قص سالب اتنين و10 قص سالب اتنين يديك 10 قص سالب ستة عشان تخلي الحجم بالمتر مكعب وعندك الكتلة واحد وربع كيلو جرام طيب انت عايز الكسافة الكسافة هي كتلة واحدة الحجوم يعني كتلة على حجم فالكتلة عندك قيمة بتاعتها واحد وربع وهي بالكيلو جرام مش هتحول حاجة لو كان جاء بالجرام كان لازم تحولها للكيلو جرام الحجم عندك القيمة بتاعته 4 في 5 في 8 في 10 قص سالب 6 زي ما الرقم ده قدامك كده كله على بعضه تكتبه في الآلة زي ما هو نشوف هيطلع بكام لما تكتبها هيطلع لك الناتج ده اللي هو سبعة وواحد وتمانين في عشر وسط ثلاثة بس كالعادة احنا متعودين الكسافة مش بنكتبها بالشكل ده بنكتبها بالشكل بتاعها عادي في العشر وسط ثلاثة هتمشي العلامة قدام تلات ارقام فيبقى عندك سبعة تلاف تمنمية واثناشر وبعدهم نص كيلو جرام لكل متر مكعب ده كده الكسافة سبعة تلاف وتمنمية يعني ده الكسافة بتاعة مادة المكعب ده نطلوب رقم واحد طيب نطلوب رقم اثنين اقصى ضغط لي طيب الضغط عامة هو القوة المؤسرة على وحدة مساحات القوة اللي يقصر بها هي قوة الوزن فتبقى م جي على وحدة المساحات اللي هي الاي طيب الام والي تمام سبتين الاي هي اللي بتفرق وهي اللي تتأثر في قيمة الضغط فانت عايز اكبر قيمة ضغط يعني عايز اقل مساحة فما تيجي تعوض تختار اقل بعدين من دول اللي هو اربعة وخمسة عشان تصغر المساحة اوي فالضغط بتاعك هيكبر اوي عوض عن الكتلة واحد وربع في عجلة الجاذبية موش جابها لنا في السؤال ان عوض عنها بتسعة وتمانية من عشرة وتقسم على المساحة قلنا اظهر حقيقا عندنا اربعة في خمسة وتضرع في عشرة استسالة باربعة عشان تتحول من سنتيمتر مربع لمتر مربع ونشوف الناتج ده يطلع لنا هيكاب هيطلع بالزبط زي ما احنا شايفين كده 6125 والضغط الوحدة بتاعته النيوتن لكل متر مربع امتى الوحدة النيوتن لكل متر مربع لما يكون القوة بالنيوتن والمساحة بالمتر مربع عشان كده احنا حاولنا من السنتيمتر او من السنتيمتر مربع للمتر مربع عشان يطلع علينا وحدة الضغط المطلوب الثالث عايز اقل قيمة للضغط طيب اقل قيمة بنفس الطريقة البي بتساوي ام جي على ايه انتعايز اقل ضغط يبقى انتعايز اكبر مساحة فبالتالي الام زي ما هي واحد وربع وعجلة الجاذبية تسعة وثمانية على اكبر مساحة يتاخد اكبر ضلعين قصاد بعض اللي هما خمسة في تمانية في عشر قصة سالب اربعة ونشوف الناتجة يطلع بكام هي نفس اللي كانت مكتوبة بس هي بدل الاربعة هتخليها تمانية هيطلع عندك 3062.5 3062.5 يعني تقريبا نص القيمة اللي فوق نفس الوحدة بتاعتك نيوتن لكل متر مربع ده كده اجابة السؤال بتاع الضغط في السؤال الاول نيجي للسؤال التاني بيقول اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل مما يأتي الكسافة الكسافة لو رحت جبت القانون بتاعها ومتقل القروب الساوي M على V قلنا ده ما ينفعش ليه ما ينفعش؟ لان الكسافة نتعرف ان هي كمية مميزة للمادة يعني لا تتوقف الا على نوع المادة ودرجة الحرارة واللي احنا قلنا نكتبها في صورة العدد الزري للعنصر او او اوي المسافات البينية بين الزرات ده مين الكسافة؟ لا تتوقف على الكتلة ولا الحجم انما الكتلة والحجم النسبة منهم بتظل سابتة عشان تديك كسافة المادة يعني لو جبت حجم من المادة اكبر فبالتالي اكيد هتلاقي الكتلة بتاعته اكبر عشان الكسافة بتاعته بتفضل سابتة طيب ادارت عند نقطة ادارت عند نقطة وما قالكش في باطن سائل فمعناها ادارت عامة طيب ادارت عامة بيتوقف على حاجتين القوة المؤثرة عند النقطة دي والمساحة المحيطة بتلك النقطة يبقى دي القوة المؤثرة على النقطة طيب والايه؟ المساحة المحيطة بتلك النقطة وهيجي طالب ويسأل طيب هنا ليه ما قولتش ان هي ما بتتوقفش على الحاجات دي قلنا الحاجات اللي بتتوقفش على القانون هي بتكون الحاجة اللي بتقال عليها خاصية مميزة للمادة او كمية فيزيئية خاصة بالمادة اي حاجة بتقول عليك 200 دول قلنا بتتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة بس واحنا بنشرح قلنا نوع المادة ودرجة الحرارة بيأسروا على ايه او جيء منين من العدد الزري والمسافات البيانية والعدادات اللیم بينهم الكلام ده كله قيلينه في فيديو الشرح السؤال الرقم باق عاوز مقارنة بين المانومتر والبارومتر من حيث التركيب والسائل المستخدم طيب تعال ناخدهم كده بالدور ده السؤال التاني رقم باق سؤال التاني رقم باق ده البارومتر وده المانومتر كل اللي انت عايزه هتجيبه من الرسمة بارومتر رسمته اناء زي ده كده مليان زقبق كل ده زقبق كده قمت انت جايب انبوبة كده طلها تقريبا واحد متر بتحطها فيها هتلاقي الزقبق طلع فوق كده لغاية ستة وسبعين سنتيمتر تمام كده طيب المانومتر وعبارة عن ايه عبارة عن حاجة كده شبه الانبوبة ذات الشعوبتين بس الطرف التاني بتاعها متصل بمستودع وفي هنا سائل اي انبقى كان نوعه وهنا اللي جهاز طبعا اللي احنا منقي الضغط بتاعها طيب البرومتر التركيب بتاعها عبارة عن ايه عبارة عن امبوبة طلها حوالي متر مفتوحة الطرف يعني فيها طرف مفتوح مملوقة بيمين بقى بالزقبق لو انت فاكر احنا عدنا بارومتر ونقول عليه زقبقي اما المانومتر ما بنقولش عليه زقبقي ليه زي ما احنا هنشوف الوقتي في السائل المستخدم يبقى مبلوقة بالزقبق ومناكسة يعني مقلوبة زي دي كده يعني والشهل تحت جوه السائل داخل حوض به زقبق بس كده طيب اتسائل ايه بالمرة بقى معنا السائل المستخدم زقبق بس ليه زقبق لان كسفته كبيرة هو ما قالش ليه بس انا ما اكتبها لك فاكتبها لك باختصار شوية لان كسفته كبيرة وبالتالي فرق الارتفاع بتاعي يكون صغير عشان تقدر تقيس الفرق من الارتفاع عمود الهواء اللي من عند البرومتر لغاية ما تطلع على اخر الغلافي جوي فبالتالي انت عايز فرق في الارتفاع كبير جدا فانت عايز تجيب سائل كسفته كبيرة او عايز تبين فرق الارتفاع صغير يعني فبتجيب سائل كسفته كبيرة طيب المانو متر عبارة عن ايه انبوبة ممكن تقول انبوبة زيت الشعوبتين او تقول انبوبة لها طرفان عشان تفرق بينها وبين الانبوبة زيت الشعوبتين احدهما نتصل بمستودع عايز وبها سائل مناسب وهنا بقى بنقول على سائل مناسب عشان السائل المستخدم هنا اما اما زئبك اما ما او اي سائل مناسب ليه زئبك زئبك قلنا كسفته كبيرة عشان لو انت عايز تجيب فرقات في ارتفاع كبيرة يعني مسلا السائلين فرق الارتفاع بينهم كبير جدا فانت هيجيب كسافة كبيرة جدا عشان تخلي الارتفاع يبين قدامك صغير وتقدر تقيسه يعني لو كنا بنقيس الضغط الجوي بمية مسلا كنا زي ما قلنا هنعوز انبوبة طولها تقريبا عشرة متر فاحنا عايزين نصغر الارتفاع بتاع الانبوبة فاجيب حاجة سائل كسافته كبيرة المية كسافتها صغيرة فبالتالي هستخدمها لو عايز ايقيس فرقات صغيرة جدا في الارتفاع تمام كده ده الفرق بين البارومتر والمانومتر وفي المفكرة برضو او في الاسئلة برضو بتاع الكتاب كان في مقارنة ما بين المانومتر والبارومتر والانبوبة زيت الشعوبتين وكنا زودنا عليهم الاخر جهاز معنا اللي كان المكبس الهايدروليكي نرجع ونكمل بقية الاسئلة عندنا بيقول في محطة غسيل دي مسألة مكبس هيدروليكي بقى الكتر الانبوبة المضغوط في قلة الرفع تلاتة سنتيمتر وقطر المكبس الكبير خمسين سنتيمتر يعني ده الكتر يعني دي ده اللي هو الديامتر ده الصغير دي سمول وده دي كابتال عاوز اكبر كتلة لسيارة يمكن رفعها باستخدام ضغط يعني دينا قيمة الضغط وعايز اكبر كتلة طيب الضغط بيساوي ايه وعايز اكبر كتلة انها تيجي عند المكبس الكبير بيساوي القوة بتاع الكبير على مساحة المقطع الكبيرة القوة يعني كتلة وده اللي هو طالبها مضروبة في العجلة هو اجيبها لنا بعشرة على الايه اللي هي باي ار تربيع طب الار موجودة لا بس موجودة دي نجيب نصها ودي موجودة بالسنتي طب تعال نحاولها كده بالمرة بسرعة احنا عاوزين مين عاوزين الار تربيع تساوي دي خمسين اسمها على الاتنين عشان تجيب نصها وعمل لها تربية يعني خمسة وعشرين تربيع طيب دي بالسنتي فلو انت ضربت في عشر اصالب اتنين او عشان التربيع ضرب عشر اصالب اربعة من بره تمام كده يبقى باي ار تربيع كل الكلام ده موجود عندك مع عادة الام هتقول لي طيب انا ما استخدمتش التلاتة سنتي اقولك مش لازم تستخدمها لو جايب مطلوب تاني كان ممكن تحتاج تستخدمها لو اقولك تحسب الفائدة الالية مسلا طيب انت عايز مين الوقت يا عايز بكتلة يبقى الام عندك هتساوي كل الحاجات دي يوضيها الطرف التاني مقلوبة يبقى عندك باي ار تربيع مضروف الضغط مقسومة على عجلة الجاذبية باي ما جابها لكش سيبها زي ما هي ار تربيع قلنا خمسة وعشرين تربيع في عشر اصالب اربعة في الضغط اللي هو واحد واثنين في عشر اص خمسة واقسم على عشرة واكتبهم في الآلة زي ما هم وتشوفها يطلعوا بكام الناتج هتلاقي طلع لك كاتب سبعمية وخمسين باي ممكن تسيبها زي ما هي عايز تقربها تقربها وبتضغط على الزرار اللي هو الاس دي عشان اتطلبها لو مش عارفة تلاقي الناتج عندك طالع الفين تلتمية ستة وخمسين تقريبا ممكن تقولي اتنين من عشرة والكتلة بالكيلو جرام ده كده اجابة المسألة بتاعة المجبس الهيدروليكي في السؤال الثاني السؤال الثالث بيقول ماذا نعني بقولنا ان الضغط الجوي واحد وثلاثتاشر من الف في عشرة اص خمسة باسكال وده اللي انا قلت لك فرر بينه وبين الضغط عندنا نقطع في باطن سائل هنا هتقول اي ان وزن عمود الهواء المؤسر على مساحة واحد متر مربع تعريف بتاعك وارتفاعها من ده الضغط الجوي من سطح البحر الى مين بقى اخر الغلاف الجوي وزن عمود الهواء من عند سطح البحر مساحة مقطع العمود ده هي الوحدة يعني واحد متر مربع لغاية اخر الغلاف الجوي تساوي القيمة اللي اجابها لك واحد وثلاثتاشر من الف في عشرة اص خمسة والقوة وبحدة قياس النيوتن التعريف اللي بعد كده كسافة الالمونيوم كسافة الالمونيوم معناها ايه كسافة كتلة وحدة الحجوم يعني كتلة واحد حجم يعني متر مقعب من الالمونيوم تساوي كام بقى تساوي الفين وسبعمية بس ايه بقى دي كتلة يبقى كيلو جرام وليس الوحدة اللي موجودة عندك في السؤال نجي بعد كده لسؤال اكتب على العذاقة الرياضية وما يساويه الميل السؤال العذاقة الرياضية وما يساويه الميل بتشوف ايه اللي عند محور رأسي وايه اللي عند محور الافقي قوة كابتل وقوة سمول دي القوة الناتجة عند المكبس الكبير وده المكبس السرعة على المكبس الصغير فبالتالي الاف كابتل على الاف سمول هي الفائدة الالية ايتا دي كده العذاقة الراضية وبرضو منها الميل على طول اللي هو اف كابتل على الاف سمول اللي هو الواي على الاكس او الدلتا واي اللي هو الفائدة اكس الفائدة في السينات هو الايتا اللي هي الفائدة الالية طيب هنا بيقول بي طيب مين بي عندنا ضغط كتير هنا الضغطة عندنا نقطة في باطن سائل جير معرض للضغط الجوي على طول انت عرفت ان بي بتساوي رو جي اتش على طول من الميل قلنا بالقارن بالمعادلة وي بتساوي ام اكس ده الواي الرأسي والاتش الاكس الافقي بالتالي الميل هيساوي رو جي بقى الاسلوب عندك هيساوي رو جي يعني الكسافة في العجلة وطبعا الطلبة اللي اول مرة تشوفنا اكيد مش فاهميني للسؤال اللي بتحلي ازاي لان ما شفوش الفيديو بتاع الرسم البياني اللي بيقيني في القوانين دي كلها بالتفصيل الربل بتاعها هتلاقي في الفيديو اللي يوقتي في علامة 아이 او انا بتكلم هتلاقي علامة آيف والفيديو وضع فعليها هتلاقي الفيديو اللي انا بقول لك عنه الرقم جيمули في السؤال التالت انبوبة على شكل حرف يو تعال بقى نحل الانبوبة زيات الشعبتين عشان الطلبة بتسأل عليها كتير يستحسن دايما ده السؤال التالت الرقم جيم انك ترسم السؤال عندكushing ان تبقى متخيل انت بتقومي ايه? ادي انبوبة وارسم عادي رسم من غير بقى ما تكون مركز فيه يعني مش شرط انك مش حسبك عن رسم التخين ولا رفايع ولا مائل ولا مزبوط. ارسم عشان تعرف بس تتحدد الحاجة اللي انت محتاجة. دي الانبوبة بقول صوبة بنزين في احد الفراعين فكان فرق الارتفاع بين سطحي الماء في الفراعين خمستاشر سنتيمتر. يعني هي كان فيها ماء. مركز معا في الخطوات اللي انا بحلها عشان الطلبة بتسأل الاسئلة كتير معنى اسئلتها انها مش بتلقى فهم انا بقول ايه? انا اعمل الخطوات اللي انا بعمل عليها. ما تجيش في الرسمة الاخرانية اللي انت بتنقلها من الكتاب. وعاوزني احفزك الرسمة اللي في الكتاب بتيجي ازاي? ارسم بيدك خطوة بخطوة من اللي هو بيقولها. ده كان فيها ماء. اهو. فدول كانوا في نفس المستوى هوا. تعال ماء. هتحط البنزين في الطرف ده. تمام كده? تمام. هو جايب لك كسافة البنزين تسعمية كسافة الماء الف. كسافة البنزين اقل فارتفاعه هيبقى اكتر. انت حطت هنا بنزين هيبقى ارتفاعه مثلا لغاية هنا. هينزل هنا كده. هيضغط على الماء شوية اتش كده من تحت. يبقى نزل شوية من هنا من السطح اللي كان في البداية في الاصل لغاية تحت كانت مسافة اتش. الاتش دي اللي نزلت من عليمين هتطلع فوق على الشمال. يعني هي الماء كانت توقفة هنا هتطلع لفوق هنا. تمام كده? تمام اول. فين السطح الفصل بين السائلين الوقتي. اهو. صح كده? صح. فين ارتفاع الماء في قصاتها الفاصل? اهو. بيسوي كام اتنين اتش. جيت من اتنين اتش. مش انت قلت لنا نزلت اتش. ماشي مع نزلت اتش وطلعت هنا اتش. ما كان عندك برضو اتش تحت. اللي هي قصاد ال اتش دي. لان الماء كان مستوها اهو. اللي هو الخط اللي انا عملهه لك اللي انت بتنساه عشان الكتاب مش بيعمله. فانتركز في اللي انا بشرحه عشان تعمل زيه عشان تعرفت حلم. وتبطل الحفز اللي انت بتقول تحفظه من الكتاب. فبالتالي الفرق بين سطح السائل او الفرق في الارتفاع ما بين مستوى الفاصل ما بين السطحين هو اتنين اتش وليس اتش. كده المفروض انت فيم تبتيجي منين. طيب هتيجي تعمل ايه الوقتي? قال لك كان فرق الارتفاع بين سطحي الماء في الفراعين خمستاشر سنتيمتر. يعني مين اللي خمستاشر سنتيمتر? هو ده. الاتنين اتش دي بتساوي خمستاشر سنتيمتر. يعني هنا في المسألة كمان مسهلها عليك خالص وما كانش طالب الاتش. بس انا شرحتها لك عشان ما تحتاجها بعد كده. طيب ايه اللي هو عايز هو عايز ارتفاع البنزين يعني عايز الارتفاع ده كده الاتش بتاع البنزين. طيب انت بتعمل ايه? رو جي اتش منشيل الاتش خلاص احنا عارفنا ليه? لو عايز تكتبها نكتبها. بتساوي رو جي اتش. بتوع البنزين. بيساوي بتوع المية. الجي هي الجي فايتبقى لك الرو. الرو بتاع البنزين تسعمية. في ارتفاع البنزين اللي احنا عايزينه. بتساوي الرو بتاعت المية الف. في ارتفاع المية خمستاشر سنتيمتر. طيب انت عايز الاتش بتاعت البنزين ايه? سمع اللي جنبه. اللي هو تسعمية يبقى عندك الالف وفيه خمستاشر على تسعمية. تمام كده? تعال نحسبها. خمستاشر الف على تسعمية. يطلع لك الناتج ستاشر سبعة وستين من مية. سوي ستاشر سبعة وستين من مية سنتيمتر نفس الوحدة اللي انت مقعد بها دي بالسنتيمتر. طيب منطقة نية تطلع اكبر اه احنا قيلين كسافته يبقى ارتفاعه اكبر من المية. تمام كده? تمام كده بكل بساطة. مسألة الانبوزات الشعوبتين خلصت من قير ما يكون فيها اي مشكلة. طيب نكمل معنا الحل. بما تفسر يتنفس الغواص هواء مضغوط عند الغواص الى اعماق قليلة. ليه الغواص لما ينزل تحت المية بقى محتاج ان هو يتنفس هواء مضغوط مش هوا عادي. ليه? لان احنا قلنا السؤال ده يعتبر خطوة تانية بعد السؤال اللي احنا قلناه ان ليه الانسان مش بيحس بالضغط الجوي لان المكونات بتاع جسم الانسان او السؤال اللي داخل جسم الانسان ليها ضغط بيكافئ الضغط الجوي. تمام كده? طيب لو انت زلت تحت في اعماق في المية اللي بيحصل? يبقى الاجابة بتاعت السؤال رقم واحد لانه بالغوص في الماء يزداد الضغط المؤثر او الواقع على الانسان. ليه? احنا قلنا لو انت بتنزل تحت المية القانون بتاعك بيبقى? البي بتساوي روج اتش بتاعت المية زائد الضغط الجوي يعني الضغط الجوي ده انت زودت عليه الضغط المية. فالضغط على جسمك بيزيد. طيب انت عايز تفضل محتفظ بالاتزام بتاعك. فلابد من استنشاق هواء مضغوط ليه بقى? ليتزن مع الضغط الخارجي. يبقى انت عايز الضغط جواك يزيد برضو مقابل الزيادة اللي في الضغط بتاع المية اللي اصارت عليك لما انت نزلت داخل سطح الماء. طيب السؤالي التاني بيقول لي ايه? او كيف او علل? يمكن الكشف عن حالات الاصابة بالانيميا عن طريق قياس كسافة الدم? هتقول له الاجابة بتاعتك لان كسافة الدم في الانسان المفروض كام في الانسان الطبيعي? من الف واربعين لالف وستين. صح كده? فاذا قلت عن الف واربعين دلت على الاصابة بفقر الدم او بالانيميا. والتيب لوحدة القياس بتاعك طبعا كيلوجرام لكل متر مكعب. السؤال الرقم باء اذكر تطبيق للضغط عندنا نقطة في بطن سائل? هتقول له على طول اي جهاز من التطبيقات اللي عندنا ممكن تقول الانبوبة زيات الشعوبتين او البارومتر? قاعدة باسكال المجبس? اللي هيدروليكي? بعد كده عندنا رقم جيم سؤال على او مسألة على المانومتر بيقول مانومتر رزق باقي. يتصل بمستودع به غاز محبوس. ضغطه اقل من الضغط الجوي. اللي هو وخمسة من مية اتموسفير. عاوز ضغط الغاز المحبوس بواحدتين البار والسنتيمتر وعاوزين نركز ازاي بنحول في الوحدات. طيب المسألة هي تعويض مباشر بس انا هرسمها لك انا اعتبرها مسألة صعبة باعتبار انك مش فاهم او مش عارف السؤال صعب ولا سهل. المانومتر الغاز ضغطه اقل من الضغط الجوي. فلو انت رسمت كده بسرعة. هذا الغاز. المفروض في هنا السائل كان في المفروض الاتنين قصات بعض. ده ضغطه اقل من الضغط الهواني. ده بضغط اكتر. فالسائل هتلاقي نازل هنا شوية وطلع هنا شوية. تمام كده? تمام كده. فالسطح الفاصل اهو. فالنقطة دي. والنقطة دي. سويهم كده ببعض. النقطة دي سميها واحد. والنقطة دي اتنين. الضغط عند الواحد هو الضغط عند الاتنين. طب الضغط عند الواحد ده الضغط الجوز. طب عند الاتنين ضغط الجاز هاتزود عليه الرو جي اتش. صح كده. هل اتكلم عن الرقم ده? ما اتكلمش. بس اقول لك ان فيه فرق بالضغط مقداره خمسة من مية. يعني ايه الكلام ده? يعني الدغط اللي اجاز نفسه PAL بي جاز بيساوي. فرق الضغط ده وديه الطرف الثاني بالسالب يعني يساوي الضغط الجوي ناقص الفرق في الضغط ده اللي هو جاي من السائل ده سميه دلتابي بلاش بلاش روجي اتش فبالتالي ضغط اللي اياز يبقى الضغط الجوي اللي هو جايبه لك في المسألة بعشرة قصة خمسة طيب بركز بقى معايا كده احنا هنطرح يبقى لازم كميتين نفس الوحدات ده بالنيوتن لكل متر مربع وده بالاتموسفير فحاول الاتموسفير لنيوتن لكل متر مربع تمام كده طيب هتحاوله ازاي ضغط الجوي عشرة قصة خمسة ناقص الاتموسفير خمسة من مية تضربه في واحد وطلتاشر من الف في عشرة قصة خمسة طيب اطرح كده الناتج ده من بعضه ونشوف هيطلع لنا كامل الناتج هطلع لك زي ما انت شايفه كده اللي هو هنكتبه تسعمية تسعة واربعين في عشرة قصة خمسة هي عندك عشرة قصة تلاتة هجيب العلامة بس قدام عشان تبقى عشرة قصة خمسة زي ما احنا متعودين طيب هو عايزه ده بوحدة مين باسكال او نيوتن لكل متر مربع ليه يبناه بالوحدة دي لانه كان جاب لنا الضغط الجوي بالوحدة دي فلازم الاتنين دول يكونوا زي بعض فضغط الجهاز طالع بالوحدة دي طيب هو عايزه بالبار طيب البار اللي علاقة ما بينه ما بين الباسكال كان ايه كان الفرق ما بينهم بس العشرة قصة خمسة يعني ده برضو بيساوي التسعة اربعة وتسعة بار ده المطلوب الاولاني المطلوب التاني عايزها بالسنتيمتر زي بقى طيب ركز معي بقى بطريقة التحويل اللي احنا اتفقنا عليها غير القانون اللي عندك فيه الكتاب عندك المفروض الوحدة بتاعتك بالبار صح كده طيب المفروض الضغط الجوي بيساوي كام بار يساوي واحد وطلتاشر من الف بار صح صح طيب انت عايز تحاولها لسنتيمتر طيب السنتيمتر بيساوي ستة وسبعين سنتيمتر زي بقى تمام كده تمام طيب انت عندك البار الوقتي بقى تسعمية اربعة وتسعين من الف بار دول يدو لك كام سنتيمتر زي بقى يبقى على طول الضغط في الحالة دي هيساوي الاتنين اللقصات بعض اضربهم في بعض يبقى ستة وسبعين هتضربها في التسعمية اربعة وتسعين وتقسم على الواحد وطلتاشر من الف ونشوف هيطلع لنا بكام هيتطلع لنا واحد وسبعين واتنين من عشرة سنتيمتر زي بق هتشوف النواة الكلها هتلاقيها فعلا اقل من الضغط الجوي ده تسعة من عشرة والضغط الجوي المفروض واحد وده واحد وسبعين المفروض الضغط الجوي ستة وسبعين فالحل بتاعك ده صح دي الطريقة اللي انت فاهم بها زي تحول مش حافظ القانون وتقوم بتقول هو مين اللي فوق ومين اللي تحت وبضرب ولا بأسم ولا بجمع ولا بترح الطريقة سهلة جدا كل اللي انت عامله انك حافظ الوحدات بتاعت الضغط الجوي بتساوي ايه وبعد كده بتشوف اللي عندك ايه موجود وتحسب التاني ده كده بالنسبة للسؤال بتاع المانومتر نجي للسؤال الخامس بيقول ماذا يحدث في الحالات الاتية زيادة مساحة مقطع انبوبة بارومترية بالنسبة لارتفاع الزقبق زيادة مساحة المقطع هتقول له لا يحدث شيء او بذاش الكلمة دي هتقول له يظل سابت طيب ليه يظل سابت لانه لا يعتمد على مساحة المقطع المول بيعتمد على ايه بيعتمد على البرومتر بيعتمد على الضغط اللي هو روجي اتش بيعتمد على كسافة السائل وارتفاع والارتفاع وعجلة الجاذب ايه طيب رقم اتنين استخدام سائل اقل كسافة بالنسبة للفرق بين سطحي السائل في فراعية امبوبة مانومترية ده اللي احنا كنا نتكلم عليه في المقارنة اا اقل كسافة اللي بيحدث بالنسبة للفرق اقل كسافة يعني بيزداد الفرق بين سطحي السائل ليه تبقى ان علاقة ان الرو بتتناسب عكسي مع الاتش ليه جات من اين ان الضغط بيساوي روجي اتش فهتلاقي الرو والاتش دول في طرف واحد فلو جبت الرو في الطرف التاني او الاتش في الطرف التاني هتلاقي ان الرو بتتساوي بي على جي اتش فهتلاقي الاتش والرو علاقة منهم علاقة عكسين بعد كده اعوز استخدام لالانبوبة زات الشعوبتين قياس كسافة سائل والبرومتر قياس الضغط الجوي ونيجي الاخر السؤال معنا وهو الرسم البياني وزي ما انت شايف الامتحان كله يعتبر مفيش في حاجة صعبة فالموضوع سهل باذن الله وربنا يوفقكم ان شاء الله الفيديو الجاية نكمل فيه الوحدة التانية يوم الاربع ان شاء الله نيجي السؤال الرسم البياني نشوفها نحله ازاي يقول الجدول القاتل يبين العلاقة بين ارتفاع ما فوق السطح الفاصل اتش واحد وارتفاع الزيت فوق السطح الفاصل اتش اتنين بكميات مختلفة منهما في انبوبة زات شعوبتين يعني جاب انبوبة زات شعوبتين وحط ماء او زيت وعمل التجربة خمس مرات جاب القيم دي وعايزنا نرسم العلاقة ما بين الاتش واحد والاتش اتنين اتش واحد عن محوار الرأسي واتش اتنين عن محوار الافقي نشوفها نرسمها ازاي ركز معي بقى اول خطوات الحل بتاع سؤال الرسم البياني اول حاجة شوف بيقول مين على المحور الرأسي اتش واحد متأكد ان الاتش واحد دي هي اللي موجودة في الجدول لان ممكن يكون موجود حاجة تانية فالاتش واحد للمحور الرأسي تقوم رايح كاتب على المحور الرأسي اتش واحد تاني حاجة تكتب واحدة القياس اللي عندك موجودة في الجدول اتش اتنين على الافقي اتش اتنين بالسنتيمتر بتاعها يبقى تيجي عدم دي الافقي وتكتب اتش اتنين وتكتب سنتيمتر. عاوز تكتب هنا كمان بالعرض كده مسلا ارتفاع الماء في القصات حلفاصل وهنا ارتفاع الزيت تمام مش عايز تكتب مش مشكلة. الاتش واحد اتنين اربعة ستة تمانية عشرة يعني مدلعك خالص وجاب لك الارقام مزبوطة فانت هتمشي وراه اتنين اربعة ستة تمانية عشرة معهم لحظة انك ما تتخدعش بالارقام اللي هو جايبها. انت مش بتكتب الارقام اللي هو جايبها انت بتكتب كل الارقام يعني هو مسلا انا فرضنا انه مجيب لناشي الستة فانت لازم تكتب الستة برضو المفروض اتنين عربعة ستة تمانية لو ما اجيب لكش الستة لازم تكتبها بس مش هترسمها لانها مش موجودة. طيب قلقيتش اتنين ونص خمسة سبعة ونصة فبردو مسألها عليك فانت تمشي كل اتنين ونص على الافقي. يبدأ اتنين ونص خمسة سبعة ونص عشرة اتناشر ونص. والعايز يكمل كمل. الخط المستقيم قلنا محتاج منه نقطتين بس يعني انا لو اخترت نقطتين من دولك تمام ما اخترت كله تمام. هنا سهل انك ترسم كل. في مسائل ببقى صعب انك ترسم كل النقط فبتختار اسهل اتنين. وعلي كده بيتكمل. فنمشي واحدة بواحدة عند الاتش اتنين باتنين ونص نطلع على غاية الاتنين. يبقى عند الاتنين ونص بتطلع على لغاية الاتنين. وركز عشان ما تبدلش الاتش الاتش الاتنين اللي هي على الافقي اللي هي دي. فانت بتاخد على الافقي خمسة وتطلع للاربعة. تاخد على الافقي خمسة وتطلع للاربعة. وهكذا سبعة ونص هتلاقي عند الستة والعشرة عند التمانية والاتناشر ونص عند العشرة لان لازم يطلع عندك خط مستقيم. ترسم الخط بتاعك هتلاقي يمر بنقطة الاصل. كده رسمنا وعملنا اول خطوة. بعد كده اقول لك من الرسم اوجد كسافة النسبية للزيت. طب الكسافة النسبية للزيت بتساوي ايه بقى? رو نسبية تساوي رو بتاعت مين الزيت على رو بتاعة المية. طب احنا عندنا ارتفاعات ما عندناش كسافات والكسافة عكس ارتفاع فرو زيت على رو مية يعني اتش مية على اتش زيت. من اتش مية على اتش زيت ده كان المية وده كان الزيت. فهو بيقول لك ان الكسافة النسبية هي الميل بتاعك طيب الميل بتاعك y 2y 1 على x 2 y 1 y 2 1 تعملها زي اختار اي نقطتين يكونوا سهلين ونفرض النقطتين تعمل الجدول البتاعة ده او المسلس بتاعك سمي النقطة دي 1 وسمي النقطة دي 2 وعمل زي ما انا بعمل بالترتيب كده انت مادئ من هنا وماشي اول نقطة قابلك واحد تاني نقطة 2 ليه? عشان لو قبلنا مسائل الخط فيها بالعكس فانت برضو بتبدأ من هنا بواحد وبعد كتن هنا ي antib2. متاخد ش الوحد الكبير او الاتنين الكبيرة او الواحد الصغير. ركز في اللي انا بقوله متحفظش اللي انا بقوله اه نيجي لنقطة واحد بتروح للنقطة دي بقى دي سمها الواي واحد. وعند النقطة اتنين تروح لمحور واي بقى دي واي اتنين. عند الواحد تنزل تحت اكس واحد وعند الاتنين تنزل تحت اكس اتنين. اعود عن الارقام بتاعتك الواي اتنين بعشرة ناقص الواي واحد باربعة اكس اتنين بي اتناشر ونص ناقص الاجس واحد خمسة عشرة ناقص اربعة ستة اتناشر ونص ناقص خمسة سبعة ونص ستة على سبعة ونص اندينا تمانية من عشرة يبقى الاجابة صح ازاي احنا متوقعين ان كسافة الزيت تمنمية فبالتالي الكسافة النسبية تمانية من عشرة وليس ده واحدة قياس من ناحزة الاولى من ناحزة التانية ان هنا ده بالسنتيمتر لو كنا محتاجين حاجة فيها بالمتر فكنا هتضرب هنا تعمل قوس كده وتضرب في عشرة قص سرب اتنين عشان تخليها بالمتر وهنا تحت نفس الكلام بالسنتي فبتضرب عشرة قص سرب اتنين بس هنا كان نسبة ما بين اطوال فالاختصارات هتروح مع بعضها فبالتالي هيتبقى لك الحاجة المنير ما هتحول عادي وش هتفرق بالاضافة ان ما فيش واحدة بقياس لان هنا متر مربع او هنا متر وهنا متر فهيروحوا مع بعض ده كده حل الامتحان اللي على الفصل التالت شوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع بداية الفصل الخامس معنا الرابع احنا خدنا الترب من الاولى اخير فصل معنا الفصل الخامس ان شاء الله مش هيخل من هنا خمس فيديوهات او ستة بالكتير قوي وانتخلص بدري جدا وانبقى وقت المراجعة ان شاء الله وينزل في امتحانات كتير شوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته